بعد ارتفاع معدل التضخم الأمريكي بوتيرة أقل على أساس سنوي وتسجيله 8.5% وبأقل من توقعات الخبراء تراقب الأسواق تصريحات المسؤولين الأمريكيين لاستقراء النسبة التي سيرفع بها البنك الفيدرالي أسعار الفائدة على الدولار والتي سيعلنها في اجتماعه المقبل في شهر أيلول وتاليا تطور معدل التضخم وعلاقته بأسعار الفائدة الأمريكية اشتركوا في القناة